الجمعة القادم الهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري وإلى حق الأسرى في تلقي العلاج رافضة ومنددة بشدة لقانون منع علاج الأسرى المزمع إقراره في كينست الأحتلال قريبا سنبقى في حالة انعقاد دائما لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين وسنقوم بواجبتنا الكامنة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم وعودتهم إلى أسرهم وأطفالهم ويوم الجمعة القادم هو يوم للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في كل محاور الاشتباك الفصائل الفلسطينية جددت دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه داعية كافة الجهة العربية والدولية إلى التدخل العاجلي لنجم سلوك الأحتلال في القدس المحتلة والذفة الغربية وإنهاء معاناة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسيران خليل عواودة ورائد ريان